هلا والله شباب كيفكم ان شاء الله بخير رجعت لكم بمقطع جديد ومقطع اليوم متل مو شايفين واخيرا عنا اياكا عنا اياكا يعني تطوير اياكا من الصفر للماكس واخيرا بعد ما جبت من زمان زمان يمكن 2.8 صراحة المهم تذكر التحديث اللي نزلت فيه او 2.7 او 6 او 5 او 4 لا مو 4 بعد الاربعة المهم انه نزلت من زمان واخر ريران عملنا هو المفروض ان عمل ريران واحد الفكرة انتوا وصلتكم المهم من وقت ما جبت وهي موجودة عندي ومسحوب عليها سحبة قوية متل مو شايفين حتى ملامسة مو لانه هي سيئة بس لانه ماني بحاجة توب نفس الوقت ما كنت عم صور كتير هلا ريعان للتصوير متل ما بتعرفوا السلسلة اللي مكملين فيها لا تنسوا اللايك لحتى نحسن نستمر بحس السلسلة المهم تطوير اياكا هيكون عادي تقريبا متل تطوير يوهيميا بس ان شاء الله هاي المرة الصوت ما حيرو المشكلة انا ما بعرف مين حينزل اول تطوير اياكا او يوهيميا بس لحاول خلي تطوير يوهيميا اول لحتى تعرفوا شو ازل موضوع اياكا المهم ما علينا هلا منيجيهم نشوف الموارد يعني الموارد تقريبا جاهزة هتمنى يكون فيها عنا موارد الساموراي جاهزة والتالنتات ما بعرف لين حنوصلها والارتفاكتات ما بعرفي سح تكون خطيرة معنا شوية كتب ممكن انتوا تقولوا واو معك كتب كتير او اذا منيجي لهم بتشوفوا انه معي عشرة مليون مو راح تقولوا او ماي جاد ما هذا انه كثير جدا هلكون لا لانه في عنا اياكا في عنا كمان تشي تشي لازم اعمل لها مقطع من الصفر للتسعين وهذا ينطبق ايضا على جين وما بعرف عن هدول الثلاثة اذا حاعملون او لا المهم هلا متل ما شايفين في عنا اياكا بخلينا نبدو نطوره الحلو باياكا انه الكريد دمج هو اللي حيزيد عنده فهذا شي حيعطيه شي مميز فيه يعني انه حيعطيه بف عن باقي الشخصيات رغم انه هو مو بف بس بنفس الوقت يعتبر كبف يعني هو بف من قوة الشخصية وليس بف خارج طبعا هلا بالنسبة ايلي رايدن شوغن لو خيروني انه يكون بيرتفع عنده الانرجر تشارج ولا الكريد دمج او الكريد دمج لا اختار الانرجر لانه الانرجر جدا مهمة عند الرايدن شوغن بس يعني فيه شخصيات بتحس انه في عنده اشياء بترتفع ما لازم ترتفع لاحده يسألني مين هنن لانه حاليا ما عم يختار بالي حدا اذا بدكم بعمل مقطع عن هالموضوع شو الشي المناسب لكل شخصيه حتى يرتفع عنده وبظن كلهم هيكونوا كريد دمج وبظن كلهم هيكونوا كريد دمج و كريد ريت يمكن بس بال اعطيه الانرجر تشارج نويل اعطيه ديفنس يعني اوكي فيه اختلافات بسيطة بس هيكون التركيز الاكبر على كريد دمج و كريد ريت شايفين كيف عم جيب مواضيع خطيرة اللي حتى نحكي فيها نحن عم نطورها بشان ما تملوا فيه تطور صحيح ولا لا وما معنا موارد هلا اهم شي في عنا هون ويش في عنا هون ويشين وهلأ منشوف اللي ناقصنا وناقصنا ومتل مو شايفين هون ناقصنا احجار ثلجية فمنروح ونجيب احجار ثلجية طبعا عادي هلا كل شوي حتشوفو فيه لفل عم يطلع 20 40 هلأ 50 وهكذا ما علينا من كل هالموضوع منفوت لحتى نحول الاحجار الثلجية و ان شاء الله يكون عنا شي كافي هحول وحده و 20 بعدين حول كل شي عندي بعدين وقت تشي تشي ان شاء الله بصير خير 24 كترت شوي كان لازم يمكن اترك شوي يلا مفرق المهم منجي ونعمل لها السند وصار معنا 24 ولكرت مش تلقائيا ما شاء الله صار عنده عالي بدون ما اصلا نعطيه ارتفكتات فهذا شي خطير المهم هلأ منكمل ومنرفعه وعاد يلا منروح كتب برغم انه نحنا محتاجين للكتب بس انه منروحه ده حدا يسألني ليه المهم هلأ لازم نصنع ثلاثة من اكبر حجر بما انه عنا ثلاثة وفينا نصنع شي جيد ايه صنعنا ثلاثة ومنفوت ومنعمل لها السند وما فيني اعمل لها السند نحن فيه ورطة حرفيا عم صور هالمقطع بوقت ما فيني صور فيه بس عم صور فيه بشان صور فيه ما بعرف شو بتهمكن هالتفاصيل بس لازم اجمع خمستاش وبسرعة لحده يسألني ليه بنيت تيم كامل بس انه عنا تيم كامل ويمكن اني بحب اتحرك بزونجلي اكتر من اني اتحرك بي حدا تاني كمان محتاجين فشل حتى نحسن ناخد المورد اللي بدنا نجمع المشكلة اني محافظة كتير اماكن بس لحروح الاماكن اللي بتذكر انه في موجود من هالمورد اللي حرفيا بتذكرها من اول ما رسلت لعبة اول ما اجيت علي وي كنت كل ما اضطر اجمع اجي لهون وحرفيا اضطرت اجمع لكتير شخصيات اوكي مو كتير لحسابي بس انه اكتر من مرة كانت مضطر اجمع المشكلة هي يبدو انه ذاكرتني عم تخوني وما عم تدلني على الاماكن كله يمكن هون كان لازم يكون فيه ثلاثة معقول كن انا نسيان او هو تحت كمان ذاكرتني صدقيني هاد اكتر وقت سيء انك تخونيني فيه عندي احساس انه فيه اشخاص منكم عم قلو اللي روح يسار طلاع يمين انزل تحت روح فوق اي شي يعني اي مكان لانه انتو حافظين وينهم بس انا مو حافظ وينهم واحد بيقلي اطلع تحت وواحد بيقلي انزل فوق واحد بيقلي يروح يسار بتلاقي تحت وحدة فوق يمين واحد بيقلي يروح تحت فوق الي اليسار بتلاقي واحدة في الشمال الشرقي الجنوبي من محافظة لحظة شو اسمها او من دولة انزومة في محافظة بياكوب لاين او لا فينا نقول انزومة من محافظة انزومة اوكي دخلت عالم احد الاصدقاء الموجودين عندي ما بعرف شو اسمك بس يعني حسب الي حسنت هجي من هالاحرف T O X ان شاء الله تكون الاحرف صحيحة المهم دخلت وعلى ما يبدو اني بمنطقة ما لازم يكون فيا وما بدي يشوف اينوزومة صراحة لانه ناوي يعمل مقطع عن اينوزومة فبنعمل هيك ومننزل هيك المقطع حيكون ان شاء الله عن استكشاف اينوزومة لاني الى هلأ حرفيا ما دخلت ولا نعبت فيا ولا عملت ايشي هلا انا ما بعرف اذا هو حيتركني اخد الموارد انه بدنا الموارد هلا المفروض قوله انه ممكن اخد موارد فهلأ عم نسأل كتبت له هلا كان اي تيك موارد فالله يقول ايه هلأ دايما بيقوله ان السكوت علامة الرضا فا اوكي اوكي على ما يبدو انه مو عربي فعم يسأل وات موارد لحظة اذا مو عربي شلون كتب موارد ما اولا عملها كوبي صار فينا نعمل كوبي للرسائل ما بظن هالشي او يمكن عم يسأل اي موارد عم يسألني اي موارد فالتلو ساكورا بلوم عربي انجليزي خذ اللي بدك ياه شكرا يعطيك العافية اوكي هون لازم فشل هلا بما انه المقطع عن ايكا فالمنطقي اني شيل زنجلي وحط فشل اكيد لا محشيل زنجلي حنحط فشل بدل ايكا حتى لو كان مقطع ايكا معلش بس يعني هات زنجلي بالاخر اوكي في عنا هون ايكا اعتبرو انه هي ايكا تبعنا صديقي اذا عم تشوف المقطع فاخدت كمان فراشتين من هون واخدت هي الوردة وكمان هدول الموارد اللي عم باخدهم البي سي فجأة صار صوته عالي لحده يسألني ليش فاذا طلع صوته سلكه المهم مندخل لنشوف اذا صار في معنا موارد كافية ومنجي لعن كامي ساتو ايكا ومنشوف انه صار معنا موارد كافية وحتى واحدة زيادة يعطيك العافية المهم منجي ومنعمل اسيند وهيك 80 من 90 هيك صارت فل نجوم والبي سي بلش يهدى صوته المهم هلا منجي ومنرفع على 90 من 90 لانه هي السلسلة تطويره من الصفر للتسعين وبتكلف كتير وما بمشي الحال ندخليه من 80 ضروري 90 لا اله الا الله المهم 1 2 3 4 ومشي الحال ايكا 90 من 90 هلا منتقل الاسلحة اولا الاسلاح اللي ناوي اعطيها ان شاء الله هو هاد الاسلاح ان شاء الله في واحد الا وفي واحد لا اياته بس يعني سلاح اياته بحاجة تطوير او بالاصلح سلاح ايكا بحاجة تطوير اذا حيكون عندي 6 حلولة ان شاء الله يكون فيها هي انيرجي رهيبة جدا بس انيرجي هي اتاك بس حادية بس هناخدها في عنا هون ريشة رهيبة فهناخدها وهي ريشة رهيبة بنتين رهيبين هلا هي فيه اتاك وهي فيه اتاك قريبين من بعض هي كريتريت وهي كريتريت قريبين من بعض هي فيه Elemental Mastery هي Defense بس هي فيه الكريت دماج اعلى تقولي بتعليقات اي احسن برأيكون لحاخد هاي رغم انه شكل هديك الاحسن وكمان هي رائعة كمان هون عنا نفس المشكلة هي اذا بطورها وبيضرب الكريت دماج يمكن ان تكون احسن بس بما انه ما حنطورها هلا فمنحط هاي مننتقل للاكواب وعندي كوب كريو دماج بونس شي رهيب جدا وعندي جيو هايدرو وإلكترو ماشاء الله تقريبا عنا كل العناة مننتقل لاخر شي وفيه كريتريت وفيه اتاك هلا نحنا منطرين ناخد الكريتريت انه ما في كريت دماج والساف كريتريت عارفيا الكريت كريت دماج حيكون عنده تعيش اما الكريتريت يمكن يكون 100 هلا الاتاك سيئ شوي بسبب انه هي 4 نجوم لو كانت 5 نجوم كان حيفر اكتير هلا بما انه بكل الخمس خانات اعطيتها بليزرد فممكن هون اعطيه افضل قطعة اتاك او بالاخر اعطيه كريت دماج هلا شو افضل قطعة اتاك عندي وفيه اعلى كريت دماج خليني حدد اتاك وكريت دماج منكتشف انه هي قطعة اتاك وفيه كريت دماج وهي كمان وهي كمان باسلح اعطيه اوكي هيك صارت المفروض قانيو جيدة منروح لنشوف الاتاك فعليا ارتفع منشوف الاحصائيات لكريت ريت رهيب لكريت دماج نازل شوي بينا نعدله اذا منجي لهون ومنروح الاكواب منحدد كريت دماج فلنفترض انه عطيناه هاد الارتفاكت واجيت لهون وعطيت الريشة التانية اللي فيه اتاك اعلى شوي مقابل انه نضحي بشوية كريت دماج مننزل لهون ومنروح منشوف الاتاك صار احسن شوية المفروض لكريت دماج ولكريت ريت رهيبين بس عنا مشكلة شوية صغيرة واللي هي انه الستماعات كامل لفيني حل هاي المشكلة باني يرجع للاربع نجوم هون بس كمان المشكلة هتصير انه الاتاك كتير قليل فلازم فرم لقطة ان شاء الله هاد الشي هنعمله بعدين بظن اني هخليها مؤقتا هيك مع انه الاتاك جدا تعيس معقول فيه طريقة فيني ارفع فيها الاتاك يمكن المهم هلا منروح التالنت لنشوف اذا فيني ارفع للتالنتات ولح ارفع اد ما فيني اوكي متل ما شفته شكله فيني ارفع ليفل واحد او حتى اقل من ليفل لكل التالنتات لانه ما معي ايشي كافي والليفل الثاني مسكك فعنا هون تالنت واحد و تالنت واحد زيادة شي خطير جدا اياك مبروك عليكي صارتي عنا قوية باستثناء الاتاك تبعك المهم يا قوم هاي اياكا متل مو شايفين يعطيك العافية صديقي ما اصرت ساعدتنا لحتى نحسين ننطور اياكا هلا نطلع من العالم وهون تقريبا حننهي المقطع بس قبل ما ننهي لازم نصلي على نبينا محمد اللهم صليوا السلام على نبينا محمد وطبعا الخاتمة انتو بتعرفوها بها الحلقات من هاي السلسلة ولسه في شي بالنهاية و بس الى اللقاء او مو هي الخاتمة الخاتمة تبعنا بتقول كان معكم نجم من قناة نجم بلاك سلام بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة